عايدين بقى نروح للموضوع الموضوع الساحة بقى موضوع الشاغل العالم كله ماسي طبعا حديث استعى في العالم كله خلال الأسبوع الماضي بعد ما أعلن رغبته في رحيل عن برشلونة لأسباب كتير جدا طبعا معروفة للجميع منها تراجع المستوى الفريق على مستوى البطولات الأوروبية وآخرة الخروج من دوري الأبطال والهزيمة الكبيرة اللي طلقاها الفريق أمام بارني ميونيخ بنتيجة 8-2 ويمكن وقتها تكلمنا أن ماسي كان بيعيش أسوأ وأكبر هزيمة في تاريخه وأن الشكل اللي شفنا عليه ماسي بعد المباراة والصور اللي انتشارتله والكوميكس اللي اتعملت دي ما كانتش من فراغ ده لاعب بيعيش أكبر هزيمة في تاريخه ماسي ما عاش يوم زي ده قبل كده وقلنا يمكن اللي كانت أقل منها شوية أو قبلها كانت لما الأرجنتين خسرت من بوليفيا في تصفيات كاس العالم 6-1 لكن 8-2 دي الراجل ده ما شفهاش قبل كده وما كانش متوقع أن يشوفها ده لاعب بحاج ماسي تفاصيل كتير قوي في موضوع ماسي ويمكن آخرها كان أنه يوم بعد يوم بيثبت أنه هو خلاص بره برشلونة مش مكمل مع برشلونة مبارا ما حضرش مسحة كورونا بتاعت فريق برشلونة والنهاردة اللي 2 الصبح ما حضرش تدريب برشلونة وده علشان يأكد أكتر أنه هو خارج فريق برشلونة تفاصيل أكتر هنعرفها دلوقتي من خلال الصحفي الكتالوني أنتونيو فازكاري اللي هو الصحفي في قناة برشلونة وبرحب بك على شاشة قناة الأهلي في البداية خليني أسأل حضرتك آخر كواليس اقتراب ماسي من الرحيل عن نادي برشلونة يمكن اللعب ما حضرش التدريب ما حضرش مسحات كورونا بس إيه إيه اللي بيحصل في الكواليس إيه الجديد اللي الناس ما تعرفوش أعتقد أن بعنا عرفتهم هذين الخبرين أنه تخلف أمس عن المسحة الخاصة بكورونا أنه أيضا لم يذهب إلى التدريب في المرة الأولى التي يتخلف فيها عن التدريب إن والده سيقوم بالاجتماع مع جوزي ماريا بارتوميو اليوم هذا ما سمعته في الإذاعة التي أعمل بها لكنه لم يأتي إلى الآن إلى برشلونة إن والده خارج برشلونة لذلك نحن متأكدون الآن أنه لن يأتي لعقد الاجتماع هذا اليوم لذلك نحن عرفنا أن شقيق ميسي موجود الآن في برشلونة قريب من النادي ويبدو أنه من سيقوم بالاجتماع مع رئيس برشلونة لكن الأخبار تأتي سريعة جدا وتتضارب بصورة كبيرة وما نعرف ما استقيناه من هذه الأخبار أن ميسي يريد أن يغادر برشلونة دون أن يدفع سنة واحدة وهذا لن يتقبله البرسا البرسا لن يترك ميسي هذا سيمثل بالنسبة للبرسا كما يقولون موت وخراب ديار فالبرسا تخلع عن إحراز أي بطولة البرسا لم يخرج بأي مكسب هذا العام والبرسا سيترك ميسي في الهواء لذلك هم الآن ما زالوا كلهم يجهزوا في أسلحته التفاوضية حتى يجلسوا مع بعضهم البعض طيب ممكن من ناحية قانونية نفهم أكتر يعني حضرك ممكن تبقى في الحتة دي تبقى فاهمة أكتر اللي احنا فاهمينه أن ميسي قال أنه عادي جدا أنه يطلع فور فري يعني أو ما يدفعش أي حاجة ويمشي من برشلونة ولكن المحامين بيقولوا أنه لا الكلام ده كان لحد يونيو اللي فات لكن دلوقتي لو يمشي لازم يدفع 700 مليون يورو الأصح أو ناحية قانونية من ناحية قانونية هل فعلا لعب مفروض يدفع علشان يمشي من برشلونة ولا لا؟ أعتقد أن هذا هو موضوع اليوم وموضوع الأسبوع وموضوع الصيف ماذا يقول هذا العقد؟ ما هي نصوص هذا العقد؟ هل هذا العقد شديد الغموض إلى هذه الدرجة؟ أنا أتحدث مع كثير مما يسمى بالمحامين الرياضين وبالمناسبة لم يستطع منهم أن يفك الغاز هذا العقد هم يقولون أن بالفعل هناك شرط جزائي يشطالت على بس أنه لا يستطيع أن يغادر نادينا أن يدفع 700 مليون وهناك أيضا بعض البنود الموجودة التي تتيح له أن يخرج من النادي دون أن يدفع سنة واحدة لكن الآن يقول الرئيس أن هناك مادة أخرى وبند آخر هذا البند يقرر أنه على ميسي إذا أراد أن يغادر برشلونة أن يقوم بتزديد هذا المبدأ لذلك هناك حالة من الشد والجذب والشد المقابل من كل الجانبين لكن لم يخرج علينا سواء شؤون القانونية في نادي برشلونة أو المتخصصين القانونيون الموجودون في برشلونة أو في إسبانيا لم يستطع أي منهم أن يقوم بفضل لغز هذا العقد لكن المسألة الآن أن الاتحاد واتحاد المحترفين يساندون البارسا لأنه الآن فقدنا كريسيرا رونالدو قبل سنتين وقبله نيمار والآن ميسي لذلك فإن اللاعبين الأساسيين النجوم الموجودة في سماء الكرة الأسبانية ستختفي إذا ما خرج ميسي من هنا ستصبح مسابقة الدوري لا أريد أن أقول هذه الكلمة لكنها ستصبح مسابقة عادية جدا أقرب إلى الساحات الشعبية منها إلى مسابقة الدوري ينظر إليها باحترام في جميع أنحاء العالم فعلا يمكن كنت سمعت تصريح من رئيس الليجة أنه الدوري الأسباني قدر يكمل بعد نيمار بعد رونالدو لكن سيبقى صعب جدا أنه يكمل بعد ميسي بس برضو خلييني أسألك أنه في أخبار بتقول أن أعضاء الجمعية العمومية في برشلونة استحبت الثقة من بورتمي رئيس برشلونة الكلام هذا صح أو لا؟ أعتقد إذا وصل الأمر إلى إخراج الرئيس سيخرجونه لأن الدوري الأسباني بالفعل في حاجة إلى استمرار ميسي أنتم تعرفون أن ميسي يقبض في العام خمسين مليون يورو وأن الحملات الإعلانية التي تدور حول ميسي تعتبر أحد أهم مرافق التجارية لصناعة كرة القدم ليس فقط للبرسة بالمناسبة لكن القنصان التي تباع ميسي في مدحف برشلونة إلى أخير حتى الحكومة الأسبانية بالمناسبة حتى وزارة المالية الأسبانية ما يدخل من ميسي جزء لا يستهان به في قيمة الضرائب والأموال التي تحول وزارة المالية الأسبانية أكيد طبعا خسارة كبيرة للدوري الأسباني ده متفاهمين وبس برضو خليني أسألك الرأي العام في برشلونة الناس وقفة مع مين في المعارقة اللي ممكن نقول عليها بين ماسي وبين إدارة برشلونة هل الناس متعاطفة مع ماسي أنه لعب بالحجم ده ما ينفعش الإدارة بعد كل ده تعمل معاك ده لو رغبته هي الرحيل ولا الناس مع إدارة برشلونة بوضوح شديد أعتقد أن الجميع في جانبي ميسي لأن أخطاء الرئيس نادي برشلونة للأسف الشديد كل الملفات التي تولاها أخطاء في إدارتها وهذا هو الملف الأكبر كل بالمناسبة حتى أعضاء برشلونة كل وسائل الإعلام الجميع يرى أن رئيس نادي برشلونة أحد أسباب الأزمة والجميع الآن مجتمع ضد هذا الرئيس وهناك دعوا بالمناسبة تدور الآن أن كثير من ممثلي هذه الأندية والهيئات وسائل الإعلام سيجتمعون حول النادي ويقومون بالتظاهر مظاهرات كبيرة حتى يعلنوا أنهم بجانب ميسي وأنهم ضد هذا الرئيس طيب أنا عايزة برضو أتكلم على طبيعة العلاقة بين ميسي ورئيس برشلونة يعني الأخبار اللي بتجلنا كلها أنه من البداية أصلا طبيعة العلاقة وحشة وأنه يعني حتى في مرة من المرات قال له أنت راجل مراوغ بعد ما قال له أنه لأ نيمار إزاي مش هيسيب برشلونة وفي الآخر لأ نيمار خارج برشلونة وكمان دلوقتي إحنا عارفين قد إيه سوارز مقرب جدا من ميسي ومشي بطريقة الحقيقة ما تلقش بقيمة لعب زي سوارز وكلمة من مدير فني أقل من ديا يقوله فيها مع السلامة أنت بار برشلونة فالحقيقة يعني من الواضح أن فيه توطر في العلاقة بين ميسي وبرتمي ورئيس برشلونة بالفعل هذا صحيح العلاقة بالفعل ملتبسة لكن دعيني أشرح لك أمرا مهما سواء ميسي أو روماريو أو رونالدو أو مارادونا إلى آخره لن يستطيع أن يلعف أكثر من هذه ولن يستطيع أن يفرض شروطه على أي نادي مهما بلغت درجة نجومية برشلونة نادي كبير وهذا النادي له أعضاء وله الجمعية العمومية وهذه الجمعية العمومية التي تقوم بتصويت وتقوم في النهاية بإنفاذ أمرها لذلك فميسي على مستوى الفني على مستوى الكرة يجب أن يبقى في البارسة لأن ميسي دخل هذا النادي عمره 13 عاما وميسي كما نقول تولاه حتى في علاجه بالنسبة للمشاكل الصحية التي كان يعاني منها عندما كان صغيرا لكن في النهاية هذا الرئيس عمل ميسي بصورة سيئة وما فعله الأسبوع الماضي مع سواريس سواريس يعتبر بالمناسبة الهداف الرابع في تاريخ برشلونة في تاريخها الثالث أعتقد أترسله أعتقد أنه الرابع أعتقد أنه الرابع فأن تنهى علاقة النادي مع لعب بحجم سواريس بمكالمة تلفونية هذا عار لا يمكن أن إذا ما أرد أن تنهي عقد لعب أو علاقته ببعي نادي يجب أن يتم هذا وفق البروتوكول المتبع مثلا جوان دي لابورتا أحد الرؤساء السابقين عندما أراد أن يخرج إيتو وديكو ورونالدينيو ذهب إلى بيوتهم إلى بيت كل منهم وتكلم معهم وقال لهم أن الأحوال تسير في أنكم سوف تتركون للبرسة اليوم أو غدا فدعونا نقوم بإخراج هذا الأمر على أفضل الصورة الممكنة وهكذا خرجوا وهكذا غضروا لكن أن يحدث هذا مع سواريس بهذا الشكل وأن يحدث هذا مع ميسي بشكل شبيه لا أعتقد هل في عروض رسمية أصلة لإدارة برشلونة للتعاقد مع ميسي وموقف بقى مسؤولي النادي الكتالوني من الموافقة على بيع ميسي إنه ميسي ميسي هو أحسن لعب موجود على وجه الكرة الأرضية لكنه يدفع له خمسون مليون من اليوروهات في العام نحن نتحدث عن لعب من يستطيع أن يدفع هذا الرقم لذلك أعتقد من معلوماتي أن هناك باريس سان جرمان المانشستر سيدي أعتقد سيدي هو الذي يقترب ليست معلومات مؤكدة لكن هذا ما يدوره في العفق هنا أن النادي الأقرب في الوقت الحالي هو منشستر سيدي سواء كانت قدرته المالية أو أسباب أخرى دعونا أن نعدد هذه الأسباب هذا المدرب الذي فاز معه ميسي بستة كؤوس أبطال الدوري في أوروبا أيضا الدوري الإنجليزي دوري يسيل له اللعاب فهو دوري شديد القوة وشديد التنافسية لكن لم يظهر عرض حتى الآن رسمي أو قدمه بصورة رسمية لإدارة النادي من وجهة نظرك أنت مين ممكن يبقى صعب أوي كلمة أقولها بس بديل لمسي يعني زي بارشلونة ممكن ينقذ نفسه بعد ما مسي يمشي منه شكل النادي بعد أكيد الناس متخوفها من شكل النادي بعد رحيل مسي وسوارز والشكل الجديد الذي سيبقى عليه نادي مع رونالد كومان هذا السؤال أيضا من الأسئلة طرح قبل ذلك مع يوهان كرايف عندما كان أحد نجوم اللامع رونالدينيو عندما أخرج رونالدينيو كان أيضا مسألة بالنسبة كبيرة النجوم وأعتقد أن المستقبل سيأتي أنا لا أكر أن مسي هو أحسن لاعب موجود الآن في الكوكب لكن عمره 33 سنة لا تنسوا هذا يبقى له عامان على الأكثر مثمرين لكن بعد ذلك مسي يمكن أن يلعب لمدة عامين في مانشستر سيدي ثم بعد ذلك يصل إلى الجالكسي أو أحد الأندية الأمريكية الذي ينهي حياته بصورة استعراضية ماذا أريد أن أقول بهذا؟ أن البرسة سيخسر بالفعل ما سيحدث للبرسة بعد ذلك ستحدث هزة لأن البرسة كان دائما ما يخسر أهم اللاعبين الذين أحظوا بهم ليس فقط ميسي قبل ذلك لاعبون أخرين لكن إذا مسألتني من سيكون في محل ميسي الآن؟ لا أحد في الوقت الحالي لا أحد لكن أيضا لا نعرف أنه في خلال عام أو سنتين أو أي حتى لاعب من مدرسة الكرة في برشلونة لم نتبينه وبعد يمكن أن يظهر وينفجر كالقومبولة قبل أن أختم معك أسألك على أخبار تقول أن ليفربول وافق على بيع ماني لبرشلونة مقابل تسعين مليون ما هي صحة هذه الأخبار؟ المدري؟ لا أعلم الآن في ريال مدريد يتحدثون عن شيئنا يتحدثون يريدون أن نخرجوا بيل خامس وماريانو خامس الآن حسب إحدى الزميلات قالت لي وكانت معه وقالت أنه سيتعاقد مع إفيرتون الإنجليزية ماريانو الآن قريب جدا من بنفيكا البرتغالي حتى لو كان بالرغم أن ماريانو بالمناسبة لا يريد أن يترك ريال مدريد بالرغم من أن الناديين قد اتفقوا بالفعل أو في سبيل إنهاء الاتفاق لكن بالرغم من أن ماريانو لا يتحدثون أيضا لا نعرف وبيل أيضا سيغادر مدريد بأي صورة لكن لا نعرف إلى أين سيتوجه بعد مشكرك جدا أنتونيو فاسكاري كنت معنا صحفي من قناة برشلونا على قناة الأهلي وهتفضل طبعا مشكلة ماسي هي حديث الساعة فترة كبيرة نحن نتكلم عن لعب كبير قوي يمكن أحسن لعب كرة قدم هو ورونالدو طبعا عشان الناس ما تزعلش لكن هتفضل للنحية القانونية دي مش مفهومة الوقت طويل لحد مع حد يحسنها يعني هل فعلا ماسي لازم يدفع 700 مليون يورو دول والديدلاين أو الوقت أن هو خلاص يمشي فور فري ده خلص ولا من حق اللاعب أنه هو يختار النادي اللي هو عايزه يمشي من غير ما يدفع فلوس وده هيأثر إزاي على الليجة بعد كده احنا دلوقتي ما عدناش في الليجة لنيمار ولا رونالدو ولا ماسي كل دي أسئلة هتجاوب عليها أكيد الأيام